مرحبا اناتهم واليوم معاي اللي هو ال P9 بلس وفعليا لما تشوفه يشبه ال P9 بشكل كبير جدا عشان كذا بهذا الفيديو راح اركز على ايش الفرق بين P9 بلس وبين ال P9 خلونا نبدأ اول اختلاف هو بالتصميم والملمس صحيح كلهم الامنيو بقطع واحدة لكن P9 بلس خلفيتها نعمة اقرب للزجاج وممكن الناس يسمونه سيراميك هو صراحة رائع وجودته عالية جدا لكن عيبة صارت البصمات تبين كما ان خلفيتها صارت مخططة بعكس ال P9 وهذا ممكن يخليه اجمل كفينيشيك الاختلاف الثاني هو IR اللي حطته هواوي بالاعلى واكيد من ناحية النظام راح تلقى تطبيق سمارت كنترولر اللي من خلاله راح تلقى مجموعة خيارات للتحكم بالاجهزة الثانية مثل المكيفات التلفزيونات روجيكتر واكثر من ذلك شاشة P9 Plus تحمل عدد من الفروقات غير الحجمها اكبر هواوي استخدمت تقنية اموليد هنا اللي تخلي الالوان اكثر تشبع مقارنة بLCD اللي موجودة في ال P9 كذلك هواوي قدمت خاصية اللمس ثلاثي الابعاد في ال P9 Plus ونعم بهذه الطريقة صاروا اول شركة بنظام اندرويد تقدمها وهي نفس الخاصية اللي موجودة فيها ايفون تقدر تضغط على التطبيقات بقوة بالتالي تعطيك خيارات سريعة مثلا لو ضغطنا على الكاميرا بقوة راح تعطيك التصوير اليدوي او مونو كروم او فيديو او سيلفي اما مثلا لو جربنا تطبيق الاعدادات راح يطلع لك الابديت الصوت الشاشة واي فاي وهكذا على بقية التطبيقات لكن هذه الخاصية ما تشتغل الا مع تطبيقات هواوي حصرا لان بقيت التطبيقات اللابد المطورين يدعمونها وبالتالي الان لو جرد تطبيق تويتر مثلا فراح تلقاها ما تدعمها لكني اتمنى فعلا اشوف المطورين يدعمونها مثل ما صار في ايفون بس في شغلة رهيبة جدا سويتها هواوي بلمس 30 الابعاد ما سويتها حتى ابل في ايفون وهي انه بالقائمة راح تلقى نجمة صغيرة بجانب الخيارات هذا يخليك تقدر تختار من بينهم لشي تفضله فبالتالي بالكاميرا لو اخترنا مونو كروم وهي هو المفضل فانه اذا استمرت بالضغط القوي على التطبيق راح يفتح لك المونو كروم على طول هذا شي اختصار رهيب وتقدر تطبق على بقية الطبيقات اللي تدعم فورستاتش هنا كذلك لما تدخل الصور اللي صورتها او وصلتك تقدر تستفيد من تقنية فورستاتش عشان تقرب الصورة كل ما ضغط اكثر كل ما زاد التقريب وتقدر تحرك اصبعك على اجزاء الصورة عشان تشوفها مقربة وتشوف التفاصيل والكلام يمكن مو حركة اساسية لكنها جيدة السماعات الخارجية حسنتها هواوي كثير هنا فهي صارت اول شي استيريو وغير كذا بالاضافة لسماعات السفلية اللي تشتغل وصوتها عالي السماعات العلوية كذلك استغلوها عشان تساعد في تحسين جودة الصوت ولاحظتم في فرق لما تكون تسمع او تتفرج في شغلة ما بين الهاتف يكون طولي او بالعرض راح تلاحظ ان الجهاز يحاول يوزع الصوت بشكل مناسب بحسب الوضعية اللي انت قاعد تستمع او تشاهد فيها الفيديو طلعا من ناحية الصوت فهو ممتاز وعالي لكن انا دايما اقول ان السماعات في واجهة الجهاز افضل لهذا احفز هواوي على انهم يحطون السماعات في واجهة الجهاز الفارق الاخر بين P9 و P9 Plus هي الذاكرة العشوائية فهي 4 جيجا بايت رام في البلس بينما هي 3 جيجا بايت في نسخة ال P وفعليا نسخة ال P9 كان في منها 4 جيجا بايت رام بس ما توفرت بالسوق وما ادري ليش كذلك البطارية صارت اكبر وحجمة 3400 ميلي امبير الشي الغريب هو ان زر الهوم اضافه حول ايطار احمر وصراحة ما ادريش الفكرة منها من ناحية اداء الكاميرا سواء الامامية او الخلفية بالجهازين فهي نفسها تقريبا ما في فرق يذكر لكن الشي اللي اعجبني هنا هو ان هواوي ضمنت صندوق الهاتف بكفر خاص بال P9 Plus الكفر شفاف شكله جميل وبالتالي ما يحتاج تقعد تدور بالسوق اذا فيه كفر مخصص الهاتف او لا سعر P9 Plus راح يكون اغلى من P9 بقليل سعره يبدأ من 2070 ريال وهذا سعر منافس جدا لما تقارنونا بالهواتف من الشركات الاخرى المنافسة له لا تنسى تعطينا سبسكرايب عشان تشوف فيديوهاتنا التقنية القادمة ولايك اذا حبيت تتعامنا مع السلامة اشتركوا في القناة